مشروع مركب الحديد والصلب الجاري إنجازه ببلارة بجيجل وما أعلنه اليوم وزير القطاع عبدالسلام بوشوارب خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى الولاية وبالمناسبة ذكر بوشوارب أن الدولة وضعت مزايا وتدابير تحفيزية من أجل التشجيع على الاستثمار عبدالجليل بردودي وطيرة متسارعة يعرفها مشروع إنجاز مركب الحديد والصلب بالمنطقة الصناعية ببلارة حيث وقف وزير الصناعات والمناجم عبدالسلام بوشوارب على تقدم الأشغال كما عين مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة 1600 واط والتي من شأنها تموين المركب مشددا على ضرورة احترام الأجال